في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدث في مقابلته التي ألقاها في قاعة القديس بولوس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأبو الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس بدأ قداسة البابا اليوم سلسلة جديدة من التعليم المسيحي في موضوع التمييز وتكلم على معنى التمييز وقال التمييز في حياتنا وفي حياة الجميع أمر مهم يجب أن نعرف كيف نختار وماذا نختار لذلك يجب أن نميز بين الخير والشر وهذا أساسي في حياة كل إنسان وتكلم قدسته على مثل الكنز المدفون في الحقل ومثل اللؤلؤة الثمينة ومثل فرز الصيادين بين السمك الجيد والرديء في جميع هذه الأمثال كان يجب التمييز للإحتفاظ بالكنز واللؤلؤة والسمك الجيد تنشأ في الحياة مواقف غير متوقعة وغير مخطط لها حيث يجب أن نعرف أن نميز فنعرف أن نتخذ القرار الصائب وقال قدسته من صور المزارع والصياد والتاجر نرى أن ملكوت السموات يتجلى في أفعال حياتنا العادية وفيها يجب أن نتخذ موقفا لهذا من المهم جدا أن نعرف كيف نميز إذ يمكن أن تنشأ الخيرات الكبرى في ظروف تبدل الوهلة الأولى ثانوية ثم يتبين فيما بعد أنها حاسمة التمييز يتطلب جهدا وتعبا ولكن لا غنى عنه في حياتنا وهو يتطلب منا أن نعرف أنفسنا ونعرف ما هو جيد بالنسبة لنا هنا والآن ونعرف أن الله أعطانا الحرية لنستخدمها ونعرف أن نختار ويكون خيارنا هو الحب لله وللناس كل هذا يتطلب مني قبل كل شيء علاقة بنوية مع الله الذي يحترم قراري وحريتي علينا تجمع اشتركوا في القناة شكرا